اقدر اروح للاداء اداء السيارة الرائع اداء السيارات اللوسيد الرائع الرائع جدا سرعة تمام محدش يقدر اخطيها سرعة عالية جدا تمام وتركيز جيد جدا على الكفاءة والزكاء في جعل ان لوسيد اير بتجسد القوة تمام الفائقة والاداء الفائق المتميز اللي بيخليها ملحوظة جدا في السيارات او مدى السيارات الاخرى زي ما قلنا احفظ اربع وحايد ما تنساش اربع وحايد دي اللي هي 1111 تمام دي القدرة القصوى الخاصة بالسيارات اللوسيد و883 احفظ الرقم 883 المدى المتوقع اللي تصله 883 كيلو متر في الشحنة الوحدة ودريم درايف تمام دي ده طبعا ده سيستم بيساعد السائق عشان يقدر يتحكم في السيارة والكفاءات تمام ليه السيارة مجموعة حركة مصغرة للسيارات الكهربية بيديني تفاصيل اكتر عن الاداء يبقى احنا لو دخلنا داخل الاداء اهو استكشف الاداء داخل الاداء زي ما بنقول كده الارقام هي اللي بتكلم عن نفسها اخواننا المدى ده 883 كيلو متر يعني هي بتصل في الشحنة الوحدة ل883 كيلو متر تقدر تمام توصل لربعمية او 350 كيلو متر خلال شحن 15 دقيقة يعني ربع ساعة تقدر تشحن تمام ربعمية كيلو تقريبا القدرة القصوى بتبقى 4 وحاية 1111 والتصارع من 0 الى 100 كيلو متر في الساعة ده بيحصل فيه 27 من 10 ثانية وده تصارع رائع جدا ده تصارع رائع جدا تعال بقى نشوف الجزء التقني المهم جدا في الطاقة طبعا اللوسيد اير بتتميز بمدى الاي بي اي تمام وده مدى الطاقة اللي هو تقدر توفره البطارية بيصل الى 883 كيلو متر تمام وبالتالي نقدر انتقل مثلا من الرياض لمكة او من الرياض لجدة او من الرياض للمدينة تمام فيه تقريبا شحنة واحدة مش هحتاج ان انا اشحن على الطريق تمام ولو شحنت هشحن شحنة واحدة ربع ساعة او 15 دقيقة هتكفيني 400 كيلو متر 400 كيلو متر وده مهم جدا يا اخواننا ان انا ابقى عارف قدرة البطارية اللي انا بشتغل عليها لو احنا بصينا هنا البطاريات الخاصة بلوسيد اير بطاريات ليسيوم ايون قوية جدا بقدر اتعامل معاها بالتفصيل هندخل فيه التكنيكال سبيسيفيكيشن الخاصة بيه الباتاري باك الخاصة بيه سيارات لوسيد التصارع يا اخواننا من 0% تمام يعني قبل ما تكمل العد من 1 لتلاتة تلاقيها وصلت 100 كيلو لان هي في 2.7 سانية تمام بتطلع بسرعة الصاروخ تقريبا بتصل الى 100 كيلو متر على الساعة في 2.7 من 10 سانية الكفاءة كفاءة عالية جدا تمام لان ابتكار لوسيد الكهربية المتطورة تمام ده بيعمل عملية وصول الى كفاءة عالية جدا وراحة عالية جدا في السيارة لو احنا شوفنا كده تمام المكونات الخاصة بالسيارة اللوسيد وتجميعها هدي البطاريات والموديولز بتاعة البطاريات تمام وبعدين الباتاري باك وبعدين الجزء الخاص بالتحكم في البطاريات والموتور تمام الخاص بالسيارة اللوسيد المحركات تمام المحركات صغيرة جدا يا اخوانا محرك صغير جدا يعني بين سبيل محرك الكهرباء المضغوط تمام وهو ده المحرك الاقوى في العالم بالنسبة لحجمه ووزنه تمام كل وحدة فيه بتولد قدرة تصل الى 670 حصان ووزنه تقريبا اربعة وسبعين كيلو جرام فقط ده موتور عالمي محرك مصغر مع اقصى قوة اصغر محرك مع اقصى قوة ده شكل المحرك ان شاء الله هندرس المحرك ده بالتفصيل طبعا الدريم درايف ده نظام بيسموه نظام مساعدة السائق ده اكثر شمولية تمام فيه التعاون مع السائق فيه 32 مجسم جواها احدث الكاميرات والرادار والتكنولوجيات الخاصة بالموجات الفوق الصوتية تمام والليدر العالي الدقة بيستخدم فيه اشعة الليزر فيه قياس المسافات بين السيارة والاجسام القريبة منها تمام وبيشتغل في اي ظروف وبيشتغل تحت اي اجواء وده مهم جدا ما تنساش اسمه دريم درايف تمام لو احنا شوفنا كده تحت ظروف الضباب تحت ظروف المطر تحت ظروف الاجواء ايا كانت تشتغل لوسيد اير طبعا من اهم اهم المعاملات اللي اهتمت لوسيد اير بيها ان هي تلتزم بمعايير السلامة العالمية السارمة تمام واللي بتخليني تمام متأكد دايما ان انا لما هركب سيارة لوسيد اير سيارة يتخضع لجميع تمام وسائل السلامة العالمية وبالتالي انا هبقى مؤمن نفسي جدا من ناحية سلامة وامان السيارة الكهربائية لوسيد اير و افضل السيناريوهات فيه موضوع المقاومة لتجنب الحوادث ده طبعا تحسين المناولة و بيبقى فيه نظام الدريم درايف تمام ده يوفر عندي مصابيح امامية ومصوفة عدسات دقيقة للرؤية و بيساعد على الرؤية الصحيحة والسليمة اثناء القيادة زي ما احنا شايفين كده بنشوف الانارة الامامية الخاصة بسيارات لوسيد اير و ازاي المكونات الرئيسية لهذه الانارة بتبقى موجودة عندي طبعا الفريم او الاطار الخارجي او البودي الخاص بالسيارة الكهربية لوسيد اير من افضل الفريمات واكثر الفريمات امانا من ناحية التصميم على مستوى العالم والتصميمات المختلفة للسيارات الكهربية طبعا زي ما قلنا اللوسيد اير تمام مصممة عشان تحافظ على امنك وسلامتك في حالة حدوث اي تصدمات لقدر الله تمام وبالتالي الهيكل بتاعها مبني من الالمونيوم المترابط من اجل صلابة الهيكل و اجل ان يكون الهيكل امن و محمي و يحمي كمان المستخدم لو انت شايف هنا ال اير باجز موجودة في كل مكان عشان تحمي السائق وتحمي كل الموجودين بالمقصورة الخاصة بالسيارة اللوسيد اير يبقى احنا كده شوفنا التصميم تمام و شوفنا الخصائص الهندسية او الخصائص الخاصة بتكوين السيارة من ناحية الاداء و من ناحية جسم السيارة و من ناحية السيفتي او الامان من ناحية البطاريات الخاصة بالسيارة اللوسيد اير لو رجعنا تاني هنا ال اير كده تمام احنا شوفنا